أفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون بأن دمشق ترفض السئنة في عقد اجتماعات اللجنة السورية السورية في جونيف بسبب اعتراض موسكو وذكر بيدرسون في تصريحات تلفزيونية أنه من المأساوي أن عمل اللجنة قد توقف مشيرا إلى أنه يحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان لعقد اجتماعات اللجنة وأكد على أن العملية السياسية في سوريا تواجه أزمة عميقة ولا يمكن معالجة الأزمات الأخرى إذا لم يتم حل الأزمة السياسية أفادت صحيفة نزاف سيماية كاريتا الروسية بأن تفويد الععبين من دول الخليج العربي ببعض القضايا في شمال شرق سوريا يمكن أن يهدئ الاضطرابات في المنطقة وأوضحت الصحيفة أن الوجود الخليجي القوي في شمال شرق سوريا سيكون منطقيا نظرا للنزاعات العرقية التي هزت المنطقة بالسنوات الأخيرة وأشرت إلى أن القبائل العربية التي تعارض الهيمن الكردية بالمنطقة لديها روابط عائلية مع قبائل الخليج معتبرة أن سعي قصد لافتتاح ممثليات لدى مجلس التعاون الخليجي يأتي على خلفية توعد تركي بشن عملية برية في مناطق سيطرتها مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بأفعال النظام السوري التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا وتهدد الاستقرار في المنطقة العربية وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرار تبديد بناء على حالة التهديد غير العادية للأمن القومي الأمريكي والسياسة والاقتصاد للولايات المتحدة بسبب سياسة النظام السوري في دعم الإرهاب شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية فجر اليوم الخميس مستهدفا موقعا بمحيط سيدة زينب في ريفي دمشق وأوضحت وسائل علام إيرانية أن إسرائيل استهدفت موقعا لقوات حركة النجباء العراقية جنوب العاصمة دمشق ومن جهتها ذكرت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الإسرائيلي شن هجوما من اتجاه الجولان مستهدفا أحد الأبنية بريفي دمشق ما أدى لخسائر بدية نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام اللبناني حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمل السورية وأقفلت عدة محال تجارية ومؤسسات وخاتمتها بالشمع الأحمر وأوقفت أصحابها وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها وضعت استراتيجية تتضمن خريطة طريق لضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وفي السياق رأى الباحث في منظمة Human Rights Watch رمز قيس أن السلطات اللبنانية غير جادة بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان وقال قيس أن المقترحات الحكومية اللبنانية بشأن اللاجئين السوريين ترقى إلى عمليات الترحيل الموجزة التي تنتهك القانون الدولي في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القصرية قال رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها أن صادرات المنظفات السورية بلغت نحو 10.6 في العام الماضي بعد أن كانت تتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف طن سنويا قبل عام 2011 وأرجع هذا الانقفاض إلى صعوبة السيراد المواد الأولية بشكله الحالي بسبب القرارات التمويلية التي زادت من كلف الإنتاج بحدود 5% ورفع أسعار حوامل الطاقة وفي السياق كشف عدو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق محمد العقاد عن عزوف الكثير من مصدري المنتجات الزراعية عن التصدير إلى دول الخليج بسبب مشكلات عند معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن متوقع أن يؤثر ذلك سلبيا على الانتاج الزراعي في المواسم المقبلة